السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حبي أتكلم عن فضيحة استبعاد منتخبنا الوطني للناشئين من بطولة استكافة المقامة في إثيوبيا بعد مباريات كانت مميزة جدا جدا في بطولة العرب في الجزائر وكمان معسكر طيب جدا كان في تنزانيا وذهاب إلى إثيوبيا بعد الكشف عن الأعمار من قبل الاتحاد الإفريقي بيستبعد منتخبنا الوطني بشكل رسمي سقط في فخ العمر الكبير لاعب واحد وأيضا هناك 24 لاعب اجتازوا لهذا الفحص ومؤكد أنه حتى الاستبعاد ضم منتخبين هما منتخب جيبوتي ومنتخب السودان ومؤكد أنه المنتخب الوطني مروا منه 24 لاعب وسقط لاعب واحد والعكس تماما في جيبوتي أنه مر لاعب واحد بس وصقطوا 24 لاعب ومؤكد أنه لما نجي نتكلم عن الخبر وفحو الخبر وحيتيات الخبر هناك الكثير كسودانيين ممكن جدا نجي نشوف الخبر ونلاعب اللي تم استبعاده واستبعده كم لاعب وليه ونفصل وكمان حتى نحاول ندقق أكتر لكن الخبر في النهاية بيقول أنه في منتخبين من منتخبات إفريقيا أو حتى شرق وسط إفريقيا استبعد من بطولة كافا لأنه ما مطابق لنظام الأعمار في الاتحاد الإفريقي وفي حالة بتاعة غش هنا العنوان حيكون بالنسبة لمنتخبنا الوطني وكمان لجيبوتي جيبوتي عندها 24 لاعب سقطوا في هذا الفق والمنتخب الوطني عنده لاعب واحد بس مروا 24 لاعب وهناك مرة لاعب واحد لكن في النهاية المنتخبين اللي اتنين طلعوا من البطولة أو حتى تم استبعادهم بشكل رسمي من البطولة ده الخبر اللي حيطلع في كل وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والإفريقية والمحلية تأكد تماما حيكون تأثيره كبير لدرجة بعيدة وحتكلم بعد شوي عن تأثيره على منتخب الوطني وعلى حتى كرة القدم السودانية ونظرة الناس بالنسبة للموهبة وبالنسبة الإدارة السودانية وبالنسبة حتى لأستدعاء المنتخب الوطني في قادم الأيام والموعد عايز أبدأ أول حاجة بحديث الإداريين الخاصين بمنتخب الناشئين اتكلموا عن أنه في مؤامرة من الاتحاد الإفريقي على المنتخب الوطني السوداني في أنه المرشح الأبرز لأنه يفوز بهذه البطولة ويتأهل مباشرة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين لأنه يا جماعة بطولة سيكافا حتأهلك مباشرة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين اعتقدون التوفور أول بخش دور الأربعة حيلعبوا كلهم في بطولة أمم إفريقيا للناشئين ونحن طبعا كلنا عشم في أنه منتخب الوطني مباشرة حيكون من الأربعة أنه يمشي لبطولة أمم أفريقيا بعد المستويات الطيبة شفناها في بطولة العرب في الجزائر وتحدث الإدارة عن أنه هناك مؤامرة على المنتخب الوطني وأنه الاتحاد الأفريقي قرر يستبعد المنتخب السوداني عشان هو مرشح الأبرز وفي منتخبات تانية عايزة تفوز بهذه البطولة وأعتقد أنه كلام ده ممكن يكون بعيد شوي أو جانبه الصواب أو حتى طريقة تعامل في المواقف اللي زيديه بعد ما يعني يشار ليك في أن كتا المسؤول المسؤولية تام عن خروج أو استبعاد المنتخب بالفضيحة دي لك الحق تقول الكلام ده وأكتر من كده في النهاية أنا أتمنيت أنه أي إدارة من منتخب الناشيين يطلع يتكلم عن أنه نحن نعترف أنه في حاجة أنا ممكن كإدارة أنا ما عارفة يعني مثلا في لاعب أنا ما زورت له لكنه زور من بره وكل وسائل الكشف عن التزوير عندنا في الاتحاد السودان لكرة القدم ما جابت الحقيقة والحقيقة جابة الاتحاد الأفريقي بالأجهزة المطورة اللي عنده ده شي طبيعي أنه أقول للإعلام عادي جدا يعني أنا بينفسي ما كنت أنا المزور ما كنت أنا المشيت عملت الحاجة الخطأ دي لكن في ناس تاني هي عمرت الحاجة دي وأنا ما كنت عارف لكلامنا لأنه يا جماعة فئة الناشيين فيها ليح حالة تزوير كثير لدرجة بعيدة أنا لصيق بالفئة دي اشتغلت فيها وعارفة كويس بيتم التزوير كيف في المنتخبات وحتى في هذه الفئة وفي لعيبة أكبر أعتقدونه يوم من الأيام عدل تاريخ الميلاد في فئة الناشيين إلى اليوم بيلعبوا بنفس الشهادة الموجودة في الناشيين على مستوى الأندية في فئة الشباب أحيانا الحاجة دي بتعدل واللعب بعد ذاك ممكن قصه من عمره خمسة سنوات عشا يلعب في فئة الشباب سنة سنتين ثلاثة وبعد ذاك يرفع الفريق الأول الحالة دي موجودة وكل الرياضين الموجودين بيتفقوا معي في النقطة دي تحديدا لأنها حالة مثبتة في معظم الأندية ما بند نادي بعينه ولا حتى فئة بعينه لكن في النهاية فئة الناشيين هي دايما معقل للحاجات أو حتى الممكن اللي هو التجاوز فكرة الأعمار أو حتى زيادة تنقيص الأعمار دايما ما بيشوفه في الفئة دي تحديدا اللعب في الروابط اللعب في منتخبات المحليات اللعب في منتخبات الولايات اللعب في الدورات المدرسية اللعب إلى اليوم في ناس بتلعب في المنتخب الأولمبي هو أعماره فوق الثلاثين سنة فعشان كده نحن الحاجة دي هي موجودة ومرتبطة بالفئة دي تحديدا كإداري الكلام اللي تقال أعتقد أنه كلام بعيد تماما من مواجهة الحقيقة زي ما قلت من شوية قول أنه نحن كل حاجة حاولنا نكتشف بها الأعمار ما لقيناه دي اللعيبة اللي قدرنا نكتشف أو حتى الخطأ اللي جاء من لاعب واحد ما بقول الاتحاد الإفريقي قاصدنا لاتحاد الإفريقي في منتخبات غيرك لين توجبوتي بس لاته من البطولة هل أنتم أقوى منتخبين عشان يجيوا الناس تخاف منكم؟ مؤكد إنه في التوقيت الحالي حتى لو فرضن أنه منتخب الوطني في سيكاب هو أفضل منتخب أو من الأفضل الاتحاد الإفريقي ما بيدا عمل بالعقلية دي لأنه لو بدي عمل كده كان ما حتمشي لبطولة أمو أفريقيا ولا منتخب الوطن لو لا حتمشي لبطولة أمو أفريقيا وحشوف العلاقية الكثيرية بتبعدك من البطولات بحكم أنك ستكون البطل دائما فالكلام ده عاربا صحة تماما أتمنى أن تكون في مواجهة الحقيقة سواء كان الإدارة أو حتى أي إدارة في منتخب الناشئين يتم محاسبتهم بشكل مباشر ومجلس تحقيق ولو ثبت أنهم عندهم دور في أن المنتخب الوطني أو حتى اللاعب ده يكون موجود في المنتخب الوطني غصبا أو حتى فرضوه على المجموعة لازم يحاسب من فرض هذا اللاعب في المجموعة نحن دائما ما بنحاسب الجهاز الفني في كل شيء فني خاص بالمنتخب الوطني لو فرضنا إنه الجهاز الفني أخفق أخفق في نتيجة أخفق في بطولة في الوصول لبطولة خسر مباريات نتكلم في الشقة الفني بنقول الجهاز الفني أخطاء واحد دين ثلاثة أربعة الليلة الأخطاء جاي من الجهاز الإداري الجهاز الإداري عليه محاسبة نفسه الجهاز الإداري الخاص بالاتحاد السودان لكرة القدم يحاسب الجهاز الإداري المخصص لمنتخب الناشئين لأنها فضيحة دولية مدوية لأول مرة في تاريخ السودان بيحصل معنا الكلام ده ونحن كلنا كشعب سوداني كشعب رياضي متابعين لكورة القدم بالذات في المنتخبات كنا متمنين لمنتخب الوطني بعد ظهوره كويس جدا في بطولة العرب للناشئين وأيضا مستويات الطيبة ودعوة المنتخب السعودي والمباريات الودية اللعبة والمعسكر الداخلي والمعسكر الفيتنزانية والمعسكر المؤقت البسبوك بطولة سيكافا في إتيوبيا كل دي يكون تحضير بشكل أفضل نمشي أقل حاجة نكون من التفور في سيكافا أو حتى نكسب بطولة سيكافا ونتأهل لبطولة أمم أفريقيا للناشئين ونكون منتخب فعلا له وزنه الكبير جدا تأثير إنك تطلع أو يتستبعد بالطريقة السيئة دي تأثيره كبير جدا 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 ممكن جدا في الفترة جاية الناس ما تعايل زي ما قلت لك لتفاصيل الخبر في أنه تستبعد منك كم لاعب أو أنت سقطت في فخ تحديد العمار كم لاعب الناس ممكن ما تعايل للحاجة دي ناس تعايل للعنوان الأساسي يعني ممكن تكون في الفترة فاتت عليك طلبات كثيرة جدا منتخبات ناشئين تلعب معاك الليلة ما يكون عليك نفس الطلبات بعد الكلام ده زمان ممكن يكون عليك إنه في ناس بتعايل للعيبة بتاعت المنتخب السوداني في إنه في فلان ده مبرز وعلان ده لعاب وعلان ده ممكن يجي منه ننرشحه لأن ديه إلعب على مستوى فئة لأقل من 17 سنة نشوف عمره كم هل بعد دهنا كوكي الأعمال حقدر نتعامل بالمستوى ده واللي حقول لك اللاعب ده ممكن يجيب ليه مشكلة في واحدة من الفئات دي مستقبل اللي يقدام وممكن يكون عمره ما حقيقي فالحاجة دي على فكرة بره الناس ما بتجامل فئة كثيرة لكن احنا عندنا كثير من المجاملة في فئة الناشئين كثير من المجاملة للأخطاء زي دي الاتحاد الافريقي الجيبوتي عنده 24 لاعب صغط والسودان عنده لاعب واحد بس هنا مرة لاعب واحد بس في جيبوتي هنا مرة 24 لاعب المنتخبين اخذوا نفس النتيجة وطلعوا الاتنين واستبعدهم من البطولة اتمنى انه نكون في الاتحاد السودان الكرة القدم نعامل الادارة الخطأ خطأ صغير والادارة الخطأ خطأ اللي اتنين يطلعوا مباشرة خارج الاتحاد السودان الكرة القدم وخارج التكليف اللي بيخص منتخبات الناشئين أخطأت خطأ استحمل مسؤوليته كاملة خليجي واحد كف وواحد الأهم من دي يكون مهتم ومترتب ويشتغل ويكون حتى عشنه مباشر في حديثه مع الناس والأهم من دي يكون متصالح مع نفسه ولو أخطأ يطلع طوال يقول أخطأت أنا ما أخطأت يطلع طوال يتكلم باشي طريقة ضيبة مش يرمي اللوم على الاتحاد الأفريقي إنه هو مستقصد الاتحاد السوداء لكورة القدم أو حتى منتخب الناشئين بحكم إنه هو المرشح فبالتالي تأثيرات كبيرة جدا حتى تجعل منتخب الوطن الناس ممكن تقول حتى المستويات اللي تقدمتها في بضلط العرب إنك تعديت الدور الأول بس ده ما حقك إنك لعبتك مزورين وكلام كثير جدا يا جماعة تأثيره ممكن كبير جدا على موهبتنا وعلى كلاء وعلى حتى حديث الناس عننا وحتى استدعاك للمباريات وحتى نظرة الوكالة والكشافين بالنسبة للاعبتنا لأن الحاجة دي مهم جدا أنها تم بيها عشان فعلا حتدينا ناخد خطوة للأمام في كورة القدم السودانية عشان كده موضوع زيدة ما يمر مرور الكرام عشان ما نضيع المواهب لأن اللاعب اللي مش الليل اللعب ده حتى ولو هدى في المنتخب أو حتى أفضل محور الارتكاز أو حتى أفضل حارس الليلة لو هو أخذ مكان لاعب تاني يمكن يكون لاعب أصغر سنة عنده موهب أكتر كان في مكانه مرضو يقدم المستوى الأفضل لأنه كدتني عندك قوانين واضحة وصريحة ما بيفاجئوك بها كقوانين الاتحاد الافريقي لكورة القدم بتمناه أنه الاهتمام الخاص بمنتخباتنا الوطنية بالاتحاد السوداني لكورة القدم يتواصل دعم الأجهزة الفنية ودعم اللاعبين سواء كان بالمعسكرات التقوية المعنوية بالنسبة للعيبة في أنك كده بتمثل المنتخب الوطني استبعادك من بطول السيكافة ما هو إلا بداية أنك تصحح كثير من الحاجات الخاصة بالفئات أو حتى بالأعمار الخاصة بمنتخب الناشئين لاعب واحد يطلع ويجي غيره واحد تاني يكون عمره فعلا حقيقي يتم تصفية اللاعبين بشكل أفضل المدربي يصفي اللاعبين على الجهاز على الشقة الفني بعد ذاك الاتحاد والشيء الإداري يصفي اللاعبين على الشقة اللي هو شقة الأعمار ويتأكد بشكل كبير أنه اللاعب ده فعلا عمره يحقلوا أن يلعب في المنتخب ده تحديدا الاهتمام بالفئة دي معناها مستقبل أفضل لكرة القدم السودانية زي ما شايفين الاهتمام الموجود في الاتحاد نتمنى الاهتمام يستمر في الفترة القادمة لأنه نشوف مستقبل يكون أفضل متطوره حتى ياخد خطوة على مستوى احتراف كرة القدم في الفترة القادمة لكن خبر كان مدوي زي الصاعقة علينا لأنه ما توقعنا أنه يتم استبعاد منتخب الوطني بالطريقة لأعتقد أنه مهين لدرجة بعيدة وإنت كنت من المرشحين أنك حتى تكون في بطولة مفرقية من المنتخبات الكويسة جدا جدا خصوصا أنك حتى عملت التحضير بشكل طيب جدا بالنسبة لهذا المنتخب المتميز جدا جدا لكن بإذن الله دعملهم على كل حال في الفترة القادمة لكن عايزين نشوف عيانا بيانا من الاتحاد السوداني لكرة القدم أنه يكون في محاسبة لكل من يخطأ في الفترة القادمة. بشكركم دائما على حسن المتابعة وإن شاء الله دائما تأمين والأمين. شكرا لكم